طيب احنا خلصنا كده من الجزء ده نيجي الجزء الاخير اللي هو انت مين انا اسمي محمد احمد السيد حشيش موليد 25 عشرة 62 من القاهرة طبعا اصول الجزور بقى الاجداد من ده الية منصورة شيربين بس انا طبعا مولود هنا وقعد طول عمري هنا ليه تلات اخوات بنات اكبر مني متزوج طبعا وعندي بنت وولدين نعم بس ده كل بنت وولدين فيهم حد طلع محمد حشيش بيلعب كرة يوسف شايف انت محمد حشيش ان شاء الله باذن الله هو مولد 2002 بيلعب مع 2001 دلوقتي والتاني بيلعب تنس لا التاني بيلعب شطرنج بيلعب بوكس بيلعب بوكس متفوق في البوكس كمان هويتك ايه للكورة القدم بحب اسمع مزيكة غوي ان انا يعني ده يوسف ده اه ده يوسف اه بنا خلو لك يا رب بس ما شاء الله طلع لا ستايل ما شاء الله اه احمد كمان بيلعب بوكسنج كويس بيلعب بيلعب مكاني مكاني اه سايا ما هيخد في دوسق ليلة بدا مدافع اه ما هو دي المشكلة اه بان دايك طيب بقوله اتحرك لقدام شوهي هويتك المزيكة اه مزيكة اتفرج على التلفزيون انا حب البرامج طبعا الاخبارية والتوكشو وببقى مركز يعني يعني دايما مركز في اللي انا بتفرج عليه بحيس ان انا لو بعد مسلا سانة هقولك اتقال ايه بالزبط يعني؟ تتفرج على المشكلة الاوروبية دوليات المختلفة؟ اه طبعا بتابع بعضها لو في وقت معين دوري ايه اللي انت مرتبط بيه؟ الدوري الانجليزي طبعا طبعا عشان طبعا صلاح مو صلاح طب في ايه انت اكيل؟ بقى خالص لا خالص ايه؟ خالص مش اكيل؟ والله خالص ابدا اخر حاجة افكر فيه طب اكيتك المفضلة ايه؟ اه يعني لو اتعمل مثلا مساقعة دي تبقى حاجة كويسة قوي بامية بامية اه السمك باكلوا والسمك ده في حد ما باكلوش انما لو عايز اقولك حاجة انا مريح جدا كزوج مريح اوي لما باجي البيت مثلا اللي قدامك بتاكل؟ اي حاجة ما عملتش حاجة سندوتشات جبنا بيضه طب غلبان اوي خالص بتحب اللامة؟ اه طبعا مش بيتي يعني يعني لا انا بيتي بس لما بقعد في حتة بقى حابب الناس ونتكلم انما في الغالب لا الشغل والبيت متواصل مع السوشيال ميديا؟ اه بعض الاحيان عشان مثلا حد بقيتلي حاجة ابعتلو يعني في نطاق داية يعني طب بتتفرج الافلام ابيض ويسود؟ كتير ايه الفيلم اللي انت بتتفرج عليه وبيفكرك بزمن جميل؟ بص يا قبط مصطفى في فيه افلام كده اساسية قول عايز يقول فيلم اه اساسية في التاريخ مصر اه ردة قلبي مثلا ده انت عارف كان مقرر علينا في سوى انت عشاني قوليها اه في مثلا افلام اسماعيل ياسين ايه الفيلم اللي اسماعيل ياسين بتحب؟ كل افلامه لا في فيلم معين مثلا اه افلام الفيلم اللي كان بتاع اسمه ايه الزفر؟ اه بتاع توفيق دير ابن حميدو ابن حميدو اه اخذ ذلك ازاي يعني اسماعيل ياسين طبعا بصراحة كل اللي بيدرسه الجميل كله متابع انت طبعا تحب الاغاني القديمة؟ اه مكلسوم عشق لا ينتهي لو عاوز تبعط لأسرطك دلوقت انا حافظ اغاني مكلسوم بكل طيب حلو اوي لو انت عاوز تبعط لأسرطك دلوقت اغنية جميلة وللمدام وتقول لها لو لدي تفكرك بالزمن اقول لها فات المعاد لا والله تبعط لها غنية دا اه 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 فيه فيه اغاني كتير يعني اغنية مثلا اه والله يا كابت المصطفى مش عارف في حاجات كتير يعني مطلع او كلمة كلمة يا معيون قبلوني لكن ولا شغلوني الا عيونك انت هم بس هم بس اللي خدوني وفي حبك امروني وتقول لي مش حبار امروني احب لقيت كده يا سيدي يا سيدي طيب احنا كده في الفقرة دي عندك رسالتين اه وهتبعطهم لواحد انت لاننا عندي تأريد لسه للولاد اه اخر حاجة دا تمام عندك رسالتين هتبعطهم مع الواتساب لمين هتقول فيهم ايه اول رسالة هبعتها هبعتها لكابتن هاني مصطفى ايوه الله يمسيه الخير وده الصحة كمش فعل فيه يا رب فضله علي كبير جدا جدا جميل مدرب عظيم على المستوى الشخصي كنت مرتبط به ودخلنا بيوت بعض وحاجة كانت جميلة جدا جدا يا رب والرسالة التانية اه الرسالة التانية اه اه ما تفكرش مش يعني مش في دماغي حد منما هو ده كان بالنسبة لي في الكرة يعني حاجة جميلة طيب احنا دلوقتي معنا تأريد لأسرتك هتعالى نشوف هيقوله ايه ونرجع تاني عشان هتفيدنا كلمة في النوتغراف بابا في حتة تانية طبعا بس يعني احنا شبه بعض في حيات كتير بابا حتى نفس انا وبابا نفس الستايل نفس طريقة اللعب كده الهدوء اول بابا كان متميز بالحتة دي انه هو يعني بيقول عليه العقل الراسي ورا انا بقى زيه كده منعيام الاكاديمية اول ما الاكاديمية عملت انا يعني روحت الاكاديمية وبعدين اتصعدت بقى للنشئين ودايما بيبقى يعني فيه فقرة في البيت دايما أنا وبابا منتخب مصر منتخب مصر منتخب الاهلي طبعا بيبقى لها بقى يعني احداث خاصة كده لا اجواء بيبقى لنا يعني دايما بيبقى دايما بنحضر القاعدة قبل من نتفارغ على المتش وانه بقى عاديم بنتابع المتش طبعا بقى بحرارة ويعني بابا يعني بيبقى طبعا متعصب قوي وانه بقى عاديم بقى يعني على قلبنا كده طول المتش أحيانا أحيانا ساعات بقول حاجات يعني أحيانا ساعات بيهوا بابا يعني بيستغرب من أنا بيطلع مني يعني حاجات كده يعني بتوافقوش في الرأي بس بتطلع صاحب الآخر لا هو دايما يعني دايما بابا بيبقى مركز معاي قوي عشان أنا بلعب كرة وكده فدايما الخروجات والصفر والصهر والحاجات دي هو دايما مركز معاي يعني مثلا عندي ماتش مهمة تاني يوم بلاش تخرج دايما وبيبقى بقى دايما بيبقى فيه بقى يعني زي خنايات خفيفة كده اللي هو لا انا عايز اخرج لا انا مش عارف لا بيديني بقى هو خبرته طبعا مرة بكل ده ولازم احرم نفسي وعايزين بقى طالما فيها احراج قدامي له وعايزين نجدد العربية انت متخيل بقى علاقة الاب و بنته اكيد عاملة ازاي وانا بنته الوحيدة يعني فطول عمري اصلا يعني انا هو صحاب يعني مش زي برده احمد ويوسف علاقتي برده مختلفة فكن دايما طول عمري لما اي حاجة في حياتي لازم اخد رأيه فيها بتكلم معي مش بخافي يعني ما بقاش خايفة الآن بحكيله كل حاجة بتحصلي ايام المدرسة والجامعة كنت بحكيله يومي عامل ازاي دايما بينصحني عمره ما كان شديد معي يعني او حتى لما كنت وانا صغيرة بغلط او بعمل حاجة كنت بحكيله وكان بينصحني وكان بيديني رأيه يعني دي اكتر حاجات بيني وبينه يعني لا بصوا هما الاثنين بصراحة نينين يعني احنا عمرنا احنا في البيت عموما كلنا مفيش حتة الزعيق او الخناق او كده يعني قبابا اصلا يعني على طول هادي بس طبعا لما حد بيعمل حاجة ايام العصبية بتطلع طبعا زمان يعني مؤخرا لا يعني هو بابا بيحبها لقعدة البيت اكتر يعني وظروف شغله وكلام ده يعني مش بنروح او بس زمان كنا بنروح كتير طبعا اول ما بندخل من باب الاندي كل الناس عارفاه سلموا عليه ويجوا يتكلموا معايا اوقات لما كنا مثلا بنروح وخرجات كنا بنشوف ناس زي كابتن شوير وكابتن محمود الخطيب كنا برضه بنشوفهم فزمان كنا بنروح بس الفترة دي لا طبعا بصراحة يعني عمره محرمني من حاجة يعني اي طلب بصراحة بيجيبهولي يعني يا بابا عايز عربية متخافش والله والله يعني انا وانا صغيرة ما كنتش بقالعب الرياضة اوى اصلا بس بابا حاول قاللي طب اتجرب الكرة وان طبعا عارفة ان نلعب كرة فقلت ماشي حاولة بقى زي بابا طبعا زي اي ولد في السن الصغير ده وحاولت روحت النادي روحت كام تمرين بس ما كانتش ليه اوي ولسه من قريب اللي بدأت اهتم بالرياضة اكتر واللوقتي بالعب ملاكمة بقى لي السنة ونص طبعا والله هو بابا يعني اهم حاجة بالنسبة له ان انا العب اي رياضة يعني زمان برضه حاولي شجعني ان انا وحي الجيم فما قلت له انا عايز العب ملاكمة هو طبعا كان خايف شوية ان انا اضرب او يحصل اي حاجة وانتعرف ان اصابات الملاكمة ممكن تبقى سيئة جدا بس في الاخر شجعني قال لي طلمت دي حاجة انت بتحبها لا اكمل فيها بالنسبة للبابا يعني احنا ثلاثة واحد وطبعا يعني بحاول يعادل ما بيننا كلنا بس طبعا عشان يوسف بيلعب في ما بينهم كلام كتير عن الكورة والبيحصل في النادي او مثلا لو فيه ماتش ممكن تفاجع مع بعض ساعات انا دايما بالجأ للبابا لو عندي اي مشاكل مثلا في الجامعة او مع صحابي او اي ان كان يعني هو بيحب دايما يدي نصايح من حياة والحاجات اللي مر بيها والحمد لله يعني انا بوابا صحاب اوي ما بحسش ان انا مثلا اخاف اقول له اي حاجة طبعا انا كده كده لازم اشجع الاهلي اه طبعا انا برضو ما بحبش تفاجع الكورة اوي بس ساعات مثلا لو لقيت بابا فيتفرج اقعد اتفرج معايا لو مثلا ماتش نهائي حاجة حاجات المهمة او دي اتفرج برضو يعني نشجع عايز اقول له يعني شكرا على كل حاجة بابا وانا عارف ان انا ساعات بتعبك معايا بس انت تصبر علي وشكرا جدا على كل حاجة ربنا يخليهم لك وتشوفهم يا ربي احسن خلاس موجودة في الدنيا بس هما فيه طلب واحد هنا متفق معاهم كلهم عايزين يغيروا العربية هما فاكريني صاحب معرض عربيات وخدتلك كزايا خدهم من نصر الصلاة حجيش كار مسلا ولا لحق ربنا يخليهم لك كده وتشوفهم في احسن المناصب يا رب ربنا يديم عليكم الصحة والعافية ربنا يخليك كده وانا كنت سعيد موجود وانت موجود معايا هنا لانت فكرتيني بذكريات ربنا يديم علينا المحبة بيننا ومن بعض شرف ليه يا كابتن مصطفى كون معاك ربنا يخليه ومن اول ما انت عملت البرنامج وانا يعني نفسي فعلا ان انا اصل معاك في برنامج لان انت طبعا كنت من المقربين غير كابتن فرقة يعني كنت من المقربين جدا جدا بالنسبة لي يعني ربنا يكرم سعيد وانا معاك الله يخليك يا كابتن محمد